تسأل تقول ما حكم تنظيف البيت في الليل يقولون بأنه مكره يا أم فواز بارك الله فيك و رضي الله عنك يجوز لأهل البيت أن ينظفوا البيت في النهار و في الليل يجوز لهم أن ينظفوا البيت قبل أذان الفجر و بعد أذان الفجر و بعد صلاة الفجر يجوز أن ينظفوا البيت في أي وقت من الأوقات يا أخواني يا أخواتي دعوكم من هذه الخرافات دعوكم من هذه الخزع بولات انعتقوا عن هذه الجهالات يعني إلى متى و نحن سيطرت علينا مثل هذه الجهالات نحن في زمن النور و العلم و لله الحمد و المنه انتشار السنة و الحمد للأحاديث النبي عليه الصلاة و السلام انتشار العقيدة السليمة التي و لله الحمد تكنس و تزيح و ترفض و تلفظ أن تدخل مثل هذه الجهالات على قلب المسلم يعني ما يعني تنظيف بالليل مكروه كيف مكروه أهل البيت أغلب الناس الآن فرصة ينظف في الليل النهار كله شغل نظيفوا بيوتكم في الليل نظفوا بيوتكم قبل الفجر و بعد الفجر و في النهار في الضحى و بعد الظهر و بعد العصر ما عندنا وقت أنه والله ممنوع أحد ينظف بيته في هذا الوقت هذا كله من الجهالات فتركيها يا أخت الفاضل و نبهي نساء بلدكي قولي لهم اتركوا هذه الجهالات عليكم بنور السنة سنة النبي عليه الصلاة و السلام و لله الحمد إذا دخلت القلوب الصدور نظرت إلى مثل هذه بيعني نظر يضحك الإنسان على نفسه يقول كيف كنت أعيش في جهالة أتسيطر علي خرافة و أسطورة و شيء من هذه الجهالات يضحك الإنسان على نفسه مثل ما كان الصحابة الصحابة لما كانوا قبل الإسلام لما أسلموا صار يتذكرون الماضي لأن دخل نور الإسلام إلى قلوبهم يضحكون على أيامهم الماضية كيف كان يعبدون الأصنام و الواحد منهم يصنع صنم من تمر و إذا جاء أكله مثلا و يذهبون إلى كذا يذهبون إلىك كذلك أنتم إذا فعلا دخل نور السنة المحمدية إلى قلوبكم و حصلتم الاتباع و لله الحمد لهذه السنة و الله أنكم تضحكون على مثل هذه الهرطقيات و هذه الخرافات و الخزعبلات يعني واحد سؤلنا مرة يقول لا تضعون مثلا الملابس في الحمام يقول لا تضعون هذه تأخذ طاقة سلبية سبحان الله العظيم واحد يقول مثل الأخت هذه لا تكنسون في الليل لا تكنسون في الليل وحدة تقول لا تعقد المرأة بين العيدين و الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على عيشة بين العيدين الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على عيشة بين العيدين و الشيء عجيب جدا الشيء عجيب لذلك اختصار هذا الأمر اعتنوا بالقرآن والسنة اعتنوا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم طبقوها في واقع حياتكم تعرفون بأن هذه أشياء يعني مما يضحك عليها فيا أختي الفاضلة بارك الله فيكم ما في بأس تنظفون في الليل وفي النهار